دعوة واحدة من الرئيس الأمريكي السابق ترامب كانت كفيلة بأن تفتح باب جدل واسع الرئيس الأمريكي السابق أعلن أنه يتوقع إلقاء القبض عليه الثلاثة في منهة خلال مثوله أمام المحكمة وحث أنصاره على الاحتجاج رغم كونها مجرد توقعات من ترامب حسب ما أكد المتحدث باسمه فإن الرئيس الأمريكي السابق فضل أن يقدم على ضربة استباقية بالفعل آتت المرجوة منها مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتن نصح المدعي العام بعدم الإقدام على اتهام ترامب إلا إن كان متأكداً للغاية من التهم المواجهة له لافتاً إلى أن براءة ترامب ستسجل في التاريخ على أنها كانت التهمة التي أكسبته كرسية الرئاسة مجددة نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس اعتبر أن توجيه الاتهام المحتمل من مدعي عام مقاطعة منهات إلى الرئيس السابق دونالد ترامب مقلق للغاية وستكون محاكمة مشحونة سياسية فيما اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي أن مدعي عام منهات يسيء استخدام السلطة ويسعى لانتقام سياسي من الرئيس السابق دونالد ترامب بينما حث السيناتر الجمهوري لينزي جريام دونالد ترامب على المقاومة وأخذ القضية إلى المحكمة العلية أما المدعي العام في منهات فحذر من عدم التسامح مع محاولات ترامب لترهيب المحققين وأعلن تنصيق مع شرطة نيويورك لحماية المحققين من أي تهديدات لغة ترامب في مناشدة أنصاره الوقوفة معه ضد اعتقاله أعادت للأذهان لغته التي استخدمها خلال تغريدات حركت أنصاره في أحداث الكابيتل التي أدت لأعمال شغب واسعة لا تزال تدعياتها حديث الأوساط السياسية الأمريكية ترجمة نانسي قنقر